صرح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أنه في عام 2020 اتخذت الصين تدابير فعالة للوقاية من الوباء ومكفحته وأصدرت سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية لدعم دعافي الاقتصاد كما أحرزت تقدما مستمرا في الإصلاحات الهيكلية أعتقد أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للصين لعبت دورا مهما في انتعاش الاقتصاد الصيني ويتحول اقتصاد الصين إلى تنمية عالية الجودة ولم يتم تعليق الإصلاحات الهيكلية في الصين خلال الوباء وقد شهدنا تقدما في مجالات رئيسية مثل التمويل في الصين أيضا